لا تزال إيران تتعامل مع العراق كولاية تابعة لها وبالمقابل يتعامل السياسيون في بغداد مع إيران كوصية على حكوماتهم وضامنة لاستمرارهم في مناصبهم فبينما تستمر إيران في قصف شمالي العراق يهرع المسؤولون في حكومة السودان إلى طهران للتأكيد على ولائهم لها متسترين بعبارات الجوار والمصلحة المتبادلة مستشار الأمن القومي في حكومة السودان قاسم لاعرجي أثناء زيارته لطهران أكد أن حكومة السودان عازمة ومستعدة للتعاون والتفاعل مع إيران كما في الماضي من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات وإمعانا في ربط مصير العراق بإيران صرح الأعرجي بأن أمن العراق من أمن إيران وكذلك العكس مطلقا حزمة مما يسميها مجالات التعاون بين البلدين على المستوى الأمني والاقتصادي مراقبون وصفوا زيارة الأعرجي لطهران بمثابة استجداء سياسي لحث الحرس الثوري على التوقف عن قصف المدن العراقية بينما تتعامل السلطات الإيرانية مع الأعرجي كأي عنصر من ميليشيا بدر تدرب فيها وقاتل معها ضد القوات العراقية هذا الاستجداء السياسي على ما يبدو لم يجد صداه في الأروقة الإيرانية حيث جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان تأكيده على الاستمرار في ضرب مواقع من يسميهم نناهضي إيران في شمالي العراق رغم تأكيد مسؤولين في كردستان العراق أن الأحزاب المعارضة لإيران ليس لها أي نشاط مسلح شمالي العراق تعليقا على الهجمات الإيرانية على شمالي العراق ذكرت لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية أن إيران تمارس أفعال عدوانية وخبيثة في العراق تثير التساؤلات عن سلوكها بحال امتلكت سلاحا نوويا عقلية النظام الإيراني في التعامل مع العراق كولاية تابعة له لن تتغير طالما أن وكلاءه يسيطرون على المشهد السياسي في بغداد